السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بازن الله هنعمل وردة السيراميك. اللي هي ببصمة الايد. لان في كتير من احبابي طلبوا مني الطريقة اللي انا بعملها. هي طبعا طريقة مش بروفيشنال قوي. بس هي طريقة بسيطة واي حد مبتدئ ممكن يعملها. انا دلوقتي بخاطب الناس اللي هي المبتدئة اللي لسه بيعملوا اول مرة يعملوا وردة. فهعرفهم ازاي يعملوها بطريقة بسيطة جدا وسهلة وتدي برضو نتيجة شكل حلو. اوكي? فطلبوها مني في الجمعية المصرية لدعم مرض السيرطان. وطبعا طلبتهم اوامر. عملنا عجنة السراميك اللي هي المطبوخة عملتها. اه مقدرها. اه ممكن تتجاب من عنات. اه كتير جدا الناس عملوها وحلوة جدا. اه انا عملها بنفس الطرق اللي عنات. اه كوبايتين اه بنشا. كوبايتين غيرة. اه وعليهم معلقتين زيت طعام. وعليهم اه معلقتين اه جلسرين. ومعلقة ملتة صغيرة وعجنتهم. اوكي? هي دي نفس العجينة. بتاعتي? لا بتلزق. بتمط. اه. وما بتلزقش في الايد. اوكي? هي دي العجينة. ماشي? فاحنا هنبدأ بسرعة نعمل الوردة. لازم طبعا اغلفها. لازم اعملها قبليها بيوم او يومين. واغلفها كويس جدا بالستريتش. وبالكريم عشان ما تلزقش. فانا هعمل فتعة بقالها يومين تلاتة. بشتغل بيها. عملة بيها تابلو. فانا دلوقتي هعمل لكم الوردة اللي انا بعملها. باخد كرة بالشكل ده. وببدأ اعمل لها بوز. كده. لان البوز ده هو اللي انا هبني عليه الشغل بتاعي. اوكي? هقعدها بالطريقة دي. هبدأ اخد كورد. ادى بعض. بالطريقة دي. هاخد تلاتة تلاتة. وطبعا لازم اغلف قطعة العجينة اللي معايا. بعمل لو حسيت انها هتنشف او هتلزق في ايدي باخد بس ادهن ايدي بالنشا. اوكي? هبدأ اعمل اول كرة. بقى بططها بالطريقة دي. حطها في راحة الايد. واعملها بالشكل ده. وابدأ ارقق الحتة اللي فوق. واخدها بالشكل ده. وهحطها على البوز اللي انا عملته. كده هو. وهقفل عليها بالشكل ده. دي اول حاجة ده البرعم اللي جوه الوردة نفسه. خلاص? هبدأ اخد واحدة تانية. بالنفس الطريقة. بادي انا ليه بنسميها ببصمة الايد? لان انا بعملها ببصمة ايدي بصوابعي. ما بعملهاش بالطاعة ولا بالادوات اللي هي بتاعت الترقيق والحاجات دي كلها انها موجودة عندي. لكن انا عايزة اعمل حاجة بسيطة. اي حد ما عندوش امكانيات ممكن يعملها. هاجي انا عايزة دلوقتي هحط دي هاجي ابدأ من نص من نص دي من هنا. بحطها. بالشكل ده. واقفل عليها. بس ما قفلش قوي لان انا عايزة دي تبن كده مفتوح. خلاص? اخد رقم تلاتة. هبدأ اعملها برضو بنفس شكل كده. وابدأ ارقق اللي فوق اللي هي هتبقى ظهرة عندي. لان كل دي واعمل لها كده شكل. حيث انها تبقى بينالي زي ورقة الورد بالزبط. بالشكل ده. هاخدها. هحطها برضو في نص دي. بالشكل ده. وابدأ اعمل لها بوز كده. بالزبط كده زي ما هي قدامكم. ده الجزء اللي هو اللي جوه. اللي جوه الوردة. ده اللي انا هبني عليه الاوراق. ماشي? هخليها كده. هبدأ اخد تلاتة كمان. تلات كور كمان. الورق اللي انا هبنيه ده هيبقى داخل في بعضه. يعني هلزقوا من مكان من ناحية هلزقوا من مكان. واسيب المكان التاني مفتوح. بالزبط كده. زي ما بعملها كل مرة. بس بحضر الحاجة اللي جنبي. كده بالزبط. وهبدأ احطها في راحة اليد. واعمل لها التقويصة اللي هي بتاعة ورقة الورد. كده هاخدها. هاجي من نص الورقة دي. من نص الورقة. وهبدأ ان انا هحطها. كده بالزبط. ومقفلش عليها. اخليها كده. انا الفكرة دلوقتي هتوضح لكم. انا عملت الفيديو ده. عشان كل حد بيسألني على الطريقة او اللي ما حضرش الكورس بتاع الجامعية المصرية لدعم مرضى السرطان. يبدأ ان هو يشوفها ويتعلم. اوكي? هبدأ اخد دي الورقة اللي انا عملتها للجديدة. وحطها جوه الطرف ده. اوكي? هبدأ احطها كده. واقفل عليها. كده بالزبط. وطلع الشكل. انا عايزها كده. وهسيبها برضو مفتوحة. مش هقفلها. واخليها جنبي. ابدأ اخد الكورة التانية او التالتة. نفس المرحلة اعملها. نفس الشكل ده بالزبط. هبدأ احطها كده. اخدها. هاجي جوه الورقة اللي انا سيبها مفتوحة. واحط نصها. وهقفل كده. بس مش هقفل دي. بنفس الشكل ده. واحطها كده تاني. وابدأ اخد ورقة كمان. او كورة كمان. نفس طريقة. هكرر فيها. لغاية لما اكتفي. ايه? بعدد الاوراق. هحطها. فين? جوه. مش برا. جوه. جوه الورقة. وابدأ اقفل. واسيب برضو. دي حرفها مفتوح. بصوا كونتلي ايه? كونتلي شكل جميل جدا. في النهاية هبدأ افتح فيه. واعدل الاوراق. اديها الشكل الطبيعي. اكي? هعمل الورقة كمان. ونبدأ. نشوف احنا بنعمل ايه? شايفين العجينة? ما بتلزقش في الايد. ولا بتحتاج حتى نشا ولا بتحتاج اي حاجة. بس لازم تقعد يومين طبعا. محفوظة بعيدة عن الهوى. اكي? ادي الورقة. هبدأ احطها برضو جوه كده. ولفها بالطريقة دي. انا هكتفي بكده. طبعا احنا ممكن نقدر نعمل. لما نيجي نكتفي نروح اقفلنها على طول. انا هكتفي بكده هبدأ اعمل كده. افضل اضغط هنا لغاية لما تطلع لي الوردة نفسها. الطريقة دي. اخد الوردة وديها بقى التأسيرات الطبيعية. ان انا اعمل لها بوز هنا. اتني الحرف وعمل له بوز كده. نفس الشكل ده. اتني وعمل بوز. كده. انا كده اديتها تقريبا الشكل الطبيعي. ودي هي الوردة بتاعتي اللي انا بعمل بيها كل تابلوهاتي وبزين بيها السنديق والصواني واي حاجة. متهيق لي طريقة سهلة وبسيطة. ولو عملتوها دي ممكن بقى توسعي تفضلي تكبري لغاية لما تكبر الحجم اللي انت عايزيها. هوريكم الطابلو اللي انا عملته بنفس الشكل. بسيطها طبعا بتنشف. وبعدين بلونها. ده الطابلو اللي انا عملته. اوكي. نفس الورود اللي انا عملتها دي بنفس الشكل بالزبط. دي واحدة كبيرة وده اه حاجات صغيرة. بازن الله الطابلو ده هوريكم ازاي بتلون في فيديو قريب بازن الله. اه مرسيك جدا اتمنى ان انا اكون افتكو في حكاية الوردة اللي هي ببصمة الايد بالطريقة البسيطة. واصرت ان انا اعمل الفيديو ده لاي حد ما شفش الكورس بتاعي. اه يشوفو ويتعلم منو الوردة اللي هي اه اللي اسمها الوردة الجوري. مرسي جدا واتمنى اشوفو على ايقاتكو وكمنتاتكو.